خلونا نعرف تفاصيل بقى موجة الحر اللي موجودة بقالها يومين كده والكل متأثر بها جدا هتستمر معنا لحد إمتى وإن نصايح المواطن اللي لازم يعملها خلال الموجة دي من خلال دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ أحمد وستاذا منا وكل أستاذ المشاهدين صباح الخير عليك دكتور منار يعني دكتور مستمرين في موجة الحر دي لحد إمتى يعني عادنا فترة على ما الحر يدخل وتقريبا دخل ما بيهزرش هو بس احنا في موجة بالفعل ارتفاع في درجات الحرارة بدأت يوم الأربع الماضي وهتستمر معنا لغدا السبت إن شاء الله يمكن بلغت هتبلغ زروتها يوم السبت غدا متوسط درجات الحرارة متوقعة على القاهرة الكبرى هتوصل ل41 درجة مقوية بالفعل في ارتفاعات درجات الحرارة ملفوظ أعلى من المعدلات الطبيعية اللي احنا متعودين عليها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي قيم 4 إلى 5 درجات بالفعل درجات الحرارة مرتفعة بالإضافة كمان إن في ارتفاع صفيف في نسب الرطوبة في زيادة الفترات سطوع أشعة الشمس ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس وكمان التعرض المباشر لأشعة الشمس العوامل دي بتخلي درجات الحرارة المحسوسة كمان اللي المواطن بيحسها أعلى من قيم درجات الحرارة اللي احنا دايما بنقولها مع حضراتكم يعني احنا متوقع على سبيل المثال اليوم العزمة على القاهرة 38 درجة مقوية الإحساس بيها بيكون أعلى من كده وشان كده احنا في موجة ارتفاع درجات الحرارة من الأربع الماضي ليوم السبت الأجواء شديدة الحرارة فترة النهار معتدلة فترات الليل ان شاء الله هتنكسر يوم الأحد القادم هنبدأ نتأثر بقتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا امتداد مرتفع العروض الوسطى هيبدأ معايا انخفاض في درجات الحرارة بسمعرش دكتور هو هنا الانكسار هيكون الانكسار يعني وقتي لمرحلة ويرجع برضو تاني ولا هيبقى في استقرار كده الحمد لله في الصيف بعدها لا هو يبقى في استقرار لنهاية الأسبوع لكن وارج جدا يحصل ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة زي محددك ذكرت احنا خلاص دخلين على فصل الصيف احنا بالفعل آف نهاية فصل الربيع واللي وارج جدا يحصل فيه موجات شديدة الحرارة هكذا برضو فصل الصيف فصل الصيف بيبقى متقصد درجات حرارة ومش عالية لكن بيبقى فيه دايما موجات ارتفاع في درجات الحرارة بتبقى كمان أعلى من المعدلات ويمكن من خلال التنبؤات الفصلية في الهيئة العامة الأرصادية الجوية صيف 2022 أشبه كتير لصيف العام الماضي هيتخلله بعض الموجات اللي هيكون فيها درجات الحرارة أعلى من المعدلات لكن في فصل الصيف بيبقى التأثير أكتر لنسب الرطوبة اللي بتاعلى أكتر كمان عن الأيام دي بسبب طبعا امتداد منخفض الهند الموسمي اللي بدأ ينشط خلال هذه الأيام وتدرجيا مع بداية فصل الصيف هيبدأ يأثر علينا أكتر بارتفاع أكتر في نسب الرطوبة فبالتالي بنحس بدرجات حرارة أعلى نحن دايما في فصل الصيف بنقول درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المقاسبة حوالي من درجتين لثلاث درجات بالإضافة أن أشعة الشمس المباشرة بتزاود كمان ففصل الصيف دايما نسب الرطوبة فيه بتبقى مرتفعة فبيبقى الأحساس أكبر بدرجات الحرارة لكن احنا إن شاء الله متوقع من يوم الحد القادم لنهاية الأسبوع هيكون متوسط درجات الحرارة ما بين الأربعة وثلاثين والخمسة وثلاثين درجة مقاوية هنتحول من الأجواء شديدة الحرارة إلى الأجواء الحرارة فترات النهار يمكن الأجواء الحرارة لفترات النهار دي الأجواء اللي احنا دايما متعمدين عليها في مثل هذا الوقت من العام يعني معدلات طبعي طيب دكتورة منار بالنسبة للمقيمين خارج القاهرة بالذات لو خدنا طريق الصعيد أو خط الصعيد أو اتجهنا جنوبا بنلاقي إن درجات الحرارة بتكون أكثر ارتفاعا بكثير ولكن ما بيبقاش فيه الرطوبة عالية مش عارفة بقى الفترة الجاية هتبقى بالنسبة لهم عاملة إزاي إمبارح كان الجو شديد الصعوبة يمكن في الوجه القبلي مش عارفة ممكن يستمر معهم لدرجة إيه وممكن يوصل معهم يعني أو الموجة دي تنكسر إمتى معهم بالفعل صاحبا مننا يمكن محافظات شمال وجنوب الصعيد لأن الظاهرة الحرارية فيه كبير جدا والكتل بتمر أكثر على صحرة في بيبقى فيها ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المناطق الموجودة في شمال البلاد لكن نسب الرطوبة بتبقى فيها أقل بالفعل طبعا متختلف كل ما اقتربنا من البحر المتواصل كل ما نسب الرطوبة كانت أعلى يعني زروة ارتفاعات درجات الحرارة متوقعة أن هي تكون السبت أيضا عن المناطق الموجودة في الوقت القبلي شمال وجنوب الصعيد شمال الصعيد المينيا وأسيوت متوسط درجات الحرارة هتكون ما بين الأربعين والاثنين وأربعين درجة مقوية أما جنوب الصعيد هتوصل إلى خمسة وأربعين درجة مقوية يعني أجواء شديدة الحرارة فترة النهار الموجة هتنكسر يوم الحد هتنكسر على شمال الصعيد هتبدأ تنخفض على محافظات شمال الصعيد وتبدأ تنكسر تدريجيا لكن هتظل عليهم الأجواء شديدة الحرارة جنوب الصعيد يمكن هتنكسر وتنخفض بمعدلات بسيطة لكن هتظل أعلى من الأربعين درجة مقوية في محافظات جنوب الصعيد ويمكن درجات الحرارة الأربعينات دي محافظات جنوب الصعيد دايما متعودة عليها أحيانا لما بيحصل ارتفاعات بتوصل بالفعل الخمسة وأربعين وستة وأربعين درجة مقوية وخاصة كمان في فصل الصعيد نعم طيب عاوز عرف برضو من حضرتك يعني مننا سألت على وجه إبلي أطمن أنا بقى على وجه بحري وتحديدا فيه ناس كتيرا بتسافر في فترة العطلة الإسبوعية دي يروحوا يصيفوا فبرضو النصايح ليه التعرض للشمس تبقى عاملة ازاي بالفعل المناطق المطلة تحديدا على البحر المتواصل كيمكن هي تعتبر أقل درجات حرارة وطبعا عليهم ارتفاع في درجات الحرارة وهنتوصل درجات الحرارة فيهم للخمسة وتلاتين وستة وتلاتين لكن طبعا أقل من القاهرة لكن في نسب رطوبة مرتفعة فطبعا الإحساس هيكون بدرجات الحرارة مرتفعة أو عالي فدايما احنا في فترة ارتفاعات درجات الحرارة لو احنا موجودين في المناطق الساحلية أو إحنا موجودين على البحر نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العص الفترة دي بقدر الإمكان لبقى إحنا تحت الشمسيات أو بلاش نحن ننزل البحر في الفترة دي دايماً لو هننزل في الصباح الباكر في الساعة الأولى من الصباح أو حتى بعد فترة العص أو إحنا موجودين تحت الشمسيات لأن أشعة الشمس المباشرة هتزود إحساسنا بارتفاع درائية الحارة بشكل كبير ونصبنا كمان بضربات الشمس يعني تقريباً كده الفترة من 12 ظهراً لحد 3 عصراً نحاول إحنا بقدر الإمكان نتجنب أشعة الشمس بالزبط ويعني ده شيء مهم جداً لكل المواطنين لأنه يعني إحنا زي ما بنقول الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله فمهم جداً لو حتى إحنا موجودين في الشارع المطنين بقى موجودين معنا غطاء للرأس الشمسية أو كاب بشكل كبير نتناول قدر كافي من المرصبات والسوائل دايماً تبقى الزبط المؤير في إيدي هذا شيء مهم جداً خلال الفترة اللي جاية نرتدي كمان الملابس البيضاء والخطنية والفتفاضة الملابس الفتاحة اللون هتسعني على عدم نصص أشعة الشمس لو أنا طبعاً في أماكن مغلطة تبقى الأماكن دي جايدة التهوية هذا شيء مهم جداً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة دكتورة منار وإحنا صغيرين كده كنا دايماً بندرس حر جاف صيفاً ده في ممتر شتاء ده كنا بناخد كده عن الجو في مصر أعتقد أن احنا في الشتاء اللي فات ما كانش ده فيه وكان ممتر هل ما نقدر نقول أن الصيف دلوقتي كمان ما بقاش جاف يعني احنا شايفين الرطوبة بترتفع بشدة في الفترة الأخيرة فيه فعلاً تغير حقيقي في المناخ ونقدر نقول أن احنا الفترة الجاية هنغير الأحوال الجوية كده اللي بندرسها دايماً في الكتب هو بشكل عام هو فيه تغيرات مناخية بالفعل وبدأ التغيرات المناخية تأثر على مناخ جمهورية مصر العربية يمكن احنا كلنا مستشألينه احنا طبعاً مش هنقدر نصدم على مناخ بلد كاملة بفصل معين يعني ما نقدرش نقول أن الفصل ده عشان حصل فيه برودة شديدة فهنغير المناخ بتاع جمهورية مصر العربية لكن احنا بدأنا نشاهد ظواهر جوية عنيفة بدأنا نشوف فترات كبيرة لموجات تبديد أو موجات ارتفاع في درجات الحرارة فمناخ مصر بدأ يحصل فيه تغيير كلمة جافة في المقولة دي هو القصد ديها أن ما فيش أمطار كثيرة في فصل الصيف لأن دايماً أمطار الموجودة في فصل الصيف بتبع المناطق الموجودة في جنوب البلاد بسبب ارتفاع الحزام المداري لكن بصفة عامة المقولة دي احنا في الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتحديداً وصف مناخ مصر احنا بقلنا من فترة بندرس ان احنا تغيير وقف مناخ مصر مع وزارة التربية والتعليم وبعض اللي جان لأن احنا بندرس عشان نغير المناخ لازم ندرس مناخ السنوات الماضية ونشوف الأنماط كانت ايه قبل كده واتحولت لايه ونبدأ على أساسها نعمل يعني وصف مناخ مصر الوصف الحقيقي لمناخ مصر حالياً في ظل التغيرات المناخية فأجبني المنقولة دي هتتغير بس لسه المنقولة الأساسية لسه احنا في الدراسات بتاعتها لسه المنقولة مدلعيش أكيد طيب عاوز برضو اتطمن من حضرتك يعني فيه دلوقتي صوت الشارع بقى المواطنين بيقولوا ان الصيف دخل متأخر يمكن فصل الربيع ما قدرناش لحنا نستمتع به بالشكل الكافي زي ما كنا متعودين قبل كده بسبب تأخر فصل الصيف علينا هل ده هيأثر برضو على دخول فصل الشتاء يعني كده الشتاء او فترة الصيف هتقل شهر علشان الشتاء هيزيد لا خالص هو يعني رسميا اي فصل بيبقى متحدد له موعد معينة بموعد البداية وموعد النهاية وده طبعا بيبقى حركة ظهرية للشمس وتعامل الشمس على مدار السرطان او الجدي او خط الاستواء وهي دايما لها موعد معينة حتى احنا في ربيع هذا العام احنا ما حسناش بارتفاعات في درجات الحرارة ملخوظ احنا دايما في فصل الربيع كنا بنسجل درجات حرارة بتوصل للـ 45-46 درجة مقوية في فصل الربيع ودايما كان فصل الربيع بنسجل فيه اعلى درجة حرارة على مدار العام كله لكن خلال هذا الربيع احنا يعني تقريبا اعلى درجة وصنالها هي كانت 40 درجة مقوية او 39 درجة مقوية ده طبعا في الايام الماضية فاحنا خلال هذا الربيع كان ربيع معتدل تماما احنا لسه في نهايات الربيع وارج جدا في الفصول يحصل فيها موجات تبقى اعلى من المعدلات الدائما متعودين عليها في الفصول معينة يعني احنا فصل الربيع وارج يحصل درجات حرارة اعلى من المعدلات او اقل من المعدلات وهكذا في فصل الصيف واحنا لسه فصل الصيف القادم ان شاء الله هيبدأ 21 يونيو يعني البداية رسمية لفصل الصيف 21 يونيو يعني تقريبا بيقتلنا عنه حوالي عشر او 11 يوم عن بداية فصل الصيف يعني مع ارتفاع درجات الحرارة ده احنا لسه ما دخلناش في البداية الحقيقية للصيف لا البداية رسمية في الصيف لسه احنا في ارتفاع درجات الحرارة بالفعل لكن احنا لسه في فصل الربيع وبداية فصل الصيف 21 يونيو اللي هستمر معانا على مدار ثلاث شهور يعني تقريبا لحظة 21 ستمبر ان شاء الله هيفضل معانا فصل الصيف على اي حال دكتورة مونار ربنا يلطف بعباده وان شاء الله يهون علينا هذه الدرجات الحرارة المرتفعة دكتورة مونار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئة الارصاد الجواب مشكروك يا فنم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر